التي تنضم إلينا مرحبا بك ميس أهلا وسهلا حسين إذن السيرة الذاتية باتت بحوزة البرلمان ما القادم بعد؟ القادم كثير طبعا بالملف العراقي فعلا حسين إجابة على سؤالك رئيس البرلمان العراقي بحفظ الحلبوسي تسلم السيرة الذاتية لمرشحي الوزارات السبعة الشاغرة التي أجلت تصويت عليها في حكومة الكاظمي التي طبعا منحت الثقة في السابع من مايو الماضي ونحن اليوم في الرابع من يونيو أي قبل نحو شهر من الآن للتذكير الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي هي الخارجية والتي يقوم بمهامها رئيس الحكومة الكاظمي والنفط والعدل والتجارة والزراعة والثقافة والهجرة طبعا البرلمان العراقي أعازم على حسم ملف الوزارات الشاغرة وهناك تأكيدات على مستويات عدة تتحدث عن أن تصويت البرلمان على الأسماء سيكون السبت أي بعد يومين وقبل الحوار الاستراتيجي المرتقب مع واشنطن إلا أن هناك أصوات أخرى أقل تفاؤلا وتتحدث عن الاختلافات بين الكتل على مرشحي حقيبتي النفط والخارجية حسين أكبر تحدي بمسألة الوزارات السبع هذه أين يكمن تحديدا في الوزارات؟ يكمن أكيد في وزارات السيادية وبالفعل نقدر هنا نقول هناك تحديات في وزارتي النفط الخارجية والعدل أيضا الخلاف بالشأن وزارة النفط متعلق بنواب البصرة وما طالبهم بأن يكون الوزير من البصرة ويرون أن ذلك من حق أبناء أغنى محافظة نفطية وهنا نذكر أن الكاظمي ألزم نفسه في جلسة تشكيل الحكومة بأن تكون الوزارة من حصة أبناء البصرة أما الخلاف بشأن وزارة الخارجية التي هي من حصة الكرد هو أن يكون المرشح غير حزبي بينما الحزب الديمقراطي الكردستاني يقدم وزير المالية في حكومة عدل عبد المهدي فؤاد حسين مرشحا للمنصب وهو المرفوض من كتل برلمانية عدة منها تحالف الفتح حسب ما يشاع من أسباب الرفض أصدار فؤاد حسين عدد من القرارات في حكومة عبد المهدي بصرف مبالغ إلى إقليم كردستان وتقاعسه في صرف مستحقة المحافظة الجنوبية المحافظات عفونا الجنوبية خلال توليه المنصب أحسين يعني أفهم منك ما يسمن خلال هذا الكلام بأنه حتى اللحظة لم يتم التوافق على مرشح وزارة الخارجية بالفعل أحسين لم يتم التوافق وهناك نواب في البرلمان يتوقعون أن لا يتم تعيين وزير خارجية خلال الأيام القليلة التي تسبق بدء الحوار مع واشنطن الذي تبقى عليه ستة أيام فقط ويقود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ويرون أنه حتى وإن تم الاتفاق على وزير جديد فهو بحاجة إلى فترة زمنية لدراسة الملف مع واشنطن بشكل تفصيلي والإحاطة أيضا بالموقف السياسي الشامل في العراق خصوصا مع تعدد آراء الكتل السياسية والمواقف تجاه مفاوضات على قدر كبير من الأهمية والخطورة ولكن السؤال المطروح الآن أن العراق ينتظر أن يحقد اتفاقا استراتيجيا مع الولايات المتحدة فمن سيكون حسين على رأس هذا الاتفاق؟ شكرا جزيلا لك الميس الحربي على كل هذه التفاصيل و... شكرا لك